وعلى همشي تجشين وثيقة إعلان مملكة البحرين عقد مؤتمر الجهل عدو السلام في العاصمة الإيطالية روما تحت عنوان فهم لاديان والتحديات الجديدة للتعليم وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهمة في مجال التعليم والتعايش السلمي لينقل نهجة مملكة البحرين القائمة على السلام إلى المشاركين من أنحاء العالم المزيد في تقرير موفدة مركز الأخبار إلى روما الزميلة شوق العثمان على همشي تجشين إعلان مملكة البحرين في العاصمة الإيطالية روما عقد مؤتمر الجهل عدو السلام تحت عنوان فهم الأديان والتحديات الجديدة للتعليم هذا المؤتمر جمع العديد من الطلبة المشاركين في كرسي الملك حمد للتعايش السلمي هذا النموذج الرائد لترسيخ مبادئ الإنسانية والتعايش السلمي نحن هنا اليوم مع الطلبة من جميع أنحاء العالم نريد الانتقال من التطبيقات النظرية إلى التطبيقات العملية من خلال التعاون بيننا وبين مملكة البحرين ونطور البرامج الداعمة للتعايش السلمي وهذه واحدة من المواضيع الهامة التي تعمل مملكة البحرين على نشرها عالميا وكما قال قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان خلال زيارته الأولى للبحرين أن التعليم مفتاح المستقبل نحن هنا في روما مدعوون لمناقشة تطوير التعليم ونأمل أن يستفيد الطلب الحاضرين من المناقشات الثرية هذا المؤتمر يضع نهج مملكة البحرين السلمي في موقع مهم على خارطة العالم أعمل في برنامج الإيمان في القيادة هذا البرنامج يترجم الفكرة الأكبر في أن الجهل عدو السلام ونشر ذلك من قبل رؤية حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم لتدريب الشباب البحريني في قطاع القيادة لكي يتمكنوا من إيصال قيم مملكة البحرين إلى العالم مواضيع مختلفة تمت مناقشتها في هذا المؤتمر الذي أكد على أهمية التعليم والرسالة التي انطلقت من خلال مركز الملك حمد للتعايش السلمي منذ بدء تأسيسه عام 2018 لنشر رسائل سامية وفق رؤية ملكية مستنيرة أساسها أن يعم السلام وفرت لنا مملكة البحرين من خلال مركز الملك حمد للتعايش السلمي عدد برامج تعليمية تحث على التعايش السلمي وتعدد لديان خصوصا مرنامج كرسي الملك حمد للتعايش السلمي اللي يقام في روما وإحنا اليوم قاعدين نشوف رؤية جلالة الملك قاعدة تطبق على أرض الواقع من خلال المؤتمر هذه اللي يشمل بين طلاب الماجستير والدكتورة اللي يدرسون تحت كرسي جلالة الملك وبعد من ضمنهم طلاب بحرينيين لهم اهتمام في التعايش السلمي اللي اليوم بيشاركون بفكارهم الحمد لله مملكة البحرين تولي اهتماما بارزا على مستوى دول العالم في بحث سبل التعايش السلمي وخصوصا باستخدام التعليم وهذه أفضل أداء والحمد لله عدنا اليوم مؤتمر للتعايش السلمي اجتمعت فيه اجتمع الطلاب فيه من جميع دول العالم مملكة البحرين ساهمت في خلق وعي مستنير بين الشباب وأصبحت شعارا في مجال التعايش السلمي لغرس القيم الحميدة في العالم أجمع من العاصمة الإيطالية روما استذكر ما قاله قدسة البابا فرانسيس بابا الباتيكان خلال زيارته الأولى لمملكة البحرين استذكر هذا المثل القديم أن ما تقسيمه الأرض يجمعه البحر ومن هنا من روما تؤكد مملكة البحرين على استمرارها لتوحيد الصفوف والأراء من خلال العلم والسلام شوق العتمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين كما عبر المشاركون في المؤتمر عن شكرهم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه على المبادرات التي تنطلق من مملكة البحرين إلى العالم بهدف نشر السلام بين مختلف الطوائف والأديان أقدر حقا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم وقدست البابا فرانسيس بابا الفاتيكان على هذا التعاون البناء فهم أصبحوا صوت العالم للتعايش السلمي وإلهاما لخلق السلام العالمي أنا هنا اليوم مع الطلاب وقادة من مختلف الديانات وألهمتني وثيقة إعلان مملكة البحرين التي أكدت على حرية الاختيار ودعت للسلام في كل نقاطها ويجب علينا تطوير الحوار العالمي بهذه الخطوات من المهم أن نفهم أن الحوار هو القلب النابض للوحدة بين العالم واليوم نجتمع لنشر هذا الوعي عالميا نتجرف بدعوتنا إلى هذا المؤتمر الذي يضم وثيقة إعلان هام تندرج تحتها كل القيم التي تدعو للسلام العالمي هذه مبادرة طيبة لتنظيم هذا الحوار المهم الذي يحتاجه العالم أجمع وهذا أمر يجمعنا تحت قبة السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر